قرار رئيس الجمهورية بإعفاء كل أعضاء ديوان رئيس البرلمان المجمد من مهامهم وشمل الإعفاء خمسة مستشارين أوليين لرئيس البرلمان وأصدر سعيد في وقت سابق قراراً بسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق منصف المرزوقي واصفاً إياه بأنه عدو لتونس وإنضم إلي عبر خدمة سكايب مراسل 824 نيوز سعيد العفاسي مرحباً بك التعقبات وأيضاً هل من ردود فعلها أو لا قرار الرئيس قيس سعيد بإقالة الغنوشي؟ مساء الخير أعتقد بأن هناك ردود متباينة من الشارع التونسي هناك من يساند الإجراءات والتدابير التي قام بها قيس سعيد اتجاه الدستور التونسي وهناك من يرفض هذه الإجراءات بدعوة أن قيس سعيد داهب في طريق الاستبداد والحكم الأحادي من شخص واحد فقط لكن قيس سعيد مهما كان أنه دخل إلى تونس في عهد تفش فيه الفساد كثيراً وعندما استقر الحكم لحركة النهضة برئاسة راسد الغنوشي حاول أن يبث جدوره داخل الإدارة التونسية وداخل الإدارات الاقتصادية والاجتماعية لكي يثبت قواه داخل المجتمع التونسي لكن عندما تولى قيس سعيد رئاسة الجمهورية بدأت تتضح له الأمور أكثر وبدأ في مجموعة من الإجراءات والتدابير من أهمها تجميد البرلمان والآن يقول بعزل أو بإقالة راسد الغنوشي سعيد مين تدعيات هذه الخطوة؟ هذه التدعية في اعتقاده هي ترصيف المجال الديمقراطي التونسي وإعادة الاعتبار للمفهوم الديمقراطي التونسي الذي لم تكن له بين قوسين أبعاد تشاركية بقدر ما كانت له حزب واحد أحادي يصدر أوامر في عهد بن علي التونسيين الآن هم في محق ديمقراطي واسع وعليهم أن يحتكموا إلى العقل بدل أن يحتكموا إلى العاطفة لأن قيس سعيد رجل حصيف ويمتلك أدوات دستورية يستطيع من خلالها أن يطاهر المجال السياسي من المفسدين الذين يحاولون مرة تلو الأخرى أن يقتربوا من قصر قرطاج ولكن هناك من المعارضة وتحديدا حركة النهضة تعتقد أن هذه الخطوات لا تمثل بالديمقراطية يعني على قيس سعيد الذهاب إلى انتخابات وتقبل الحسم الديمقراطي من أجل إقالة أو لربما تغيير الحكم أو أشكال الحكم في تونس هذا ما يرصف له قيس سعيد قيس سعيد الآن يحاول أن يدبج مساره السياسي وأن يعلن عن مجموعة من القرارات من ضمنها تجميد البرلمان وهو في القريب العاجل سيعلن على استفتاء للدستور التونسي وإعطاء ورقة لانتخابات جديدة تعلن الانتخابات برلمانية وجماعية لتونس ومن خلالها سيؤكد إعادة الأوراق من جديد وأن ذلك يمكن لحركة النهدى أن تبرز قوها إن كانت لها هذه القوة متواجدة نظرا لمجموعة من الحيتيات التي الشارع التونسي فطن إلى ما يمكن أن يذهب إليه حركة النهدى علما أن حركة النهدى لم تحقق توازن اقتصاديا واجتماعيا يمكن للشارع أن يعود إلى حركة النهدى بقدر ما الشارع التونسي الآن يحاول أن يتطلع إلى من ينقضه من الأزمة الاقتصادية التي ركمتها الأزمة السياسية وأزمة كورونا أشكرك جزيلا شكرا للمرأس الأي 24 نيوز سعيدة العفاسي على هذه المداخل